طيب هذا كتاب هذا كتاب أمامكم ابن خزيمة من المجلد الرابع أقرأ بتحقيق الدكتور محمد مصطفى الأعظمي والكتاب أمامكم على الشاشة يقول في هذا الكتاب بواب بابا اسمه باب استحباب التلبية بعرفات هو بواب بابا كاملا في هذا الباب يعني المسألة سنة حتى أبين لكم أنه هذه الأمور التي يقال عن عثمان بن عفان كلها كذب هو استهداف للنبي محمد صلى الله عليه وآله والوليه علي بن أبي طالب عليه السلام فماذا يقولون 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 كنا مع ابن عباس بعرفة فقال لي يا سعيد ما لي لا أسمع الناس يلبون فقلت يخافون من معاوية يخافون من من معاوية لماذا أبدأ بهذا الأمر سأوضح لكم بعد دقائق لماذا أبدأ بهذا الأمر يقولون يخافون من معاوية طيب المفروض أنا كسني أخاف من الله سبحانه وتعالى مصح ليش أخاف من الله أخاف من الله عن طريق اتباع سنة رسول الله أخاف الله عن أي طريق الخوف الطريق من حيث ما أراده هو رب العالمين يعني الله يعبد من حيث ما أراد فأنا أخاف الله فلأنني أخاف الله ماذا أفعل أتبع سنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وفي رواية الجماعة صلى سلم المهم يقول يخافون من معاوية فخرج ابن عباس شوفوا ابن عباس داما عنده مواقف لفضح هؤلاء قبل فترة الأخ علي من العراق هو سني كان يقول يقول لهم قال رسول الله يقولون قال أبو بكر وعمر هم نفس القضية الآن فقال لبيك اللهم لبيك فإنهم تركوا السنة من بغض علي تركوا السنة من بغض علي انتبه يا أخي انتبه والحديث صحيح تركوا السنة من بغض علي يعني أنا أبيع الله عندهم أبيع سنة نبي محمد رسول الله أبيع كل شيء بغضا بعلي بن أبي طالب عليه السلام كل شيء أفعل بغضا بعلي بن أبي طالب عليه السلام سنة هي سنة وبوابوا لها باب باب انه السنة هكذا تركوا السنة بغضا بعلي بن أبي طالب عليه السلام واحد لماذا أقول هذا الكلام قبل أن أقول طبعا بالمناسبة وهذا الحديث أيضا أورده حتى لا يقول أورده النسائي أورده النسائي في السنة بتحقيق محمد بن ناصر الدين الألباني وقال صحيح الإسنادي كما ترون التلبية بعرفة قال لا أسمع الناس يلبون قلت يخافون من معاوية فقال تركوا السنة بغضا من بغضي علي بن أبي طالب عليه السلام كما ترون ويوجد المصادر كثيرة وهنا قال كما تقرؤون هنا بارك الله بكم كما تقرؤون قال حديث صحيح الإسناد وأنا علمت لكم الآن باللون الأصفر إذن إحنا أمام قوم يبيعون الله تبارك وتعالى يبيعون النبي محمد صلى الله عليه وآله يبيعون سنة النبي من أجل تحقيق مسألة واحدة وهي بغض علي بن أبي طالب عليه السلام طيب ليش أقول هذا الكلام لماذا أقول هذا الكلام أورد القرطبي أخواني القرطبي أورد بارك الله فيكم في هذا الكتاب أمامكم هذا الكتاب اسمه التذكرة في أحوال الموتى وأحوال الآخر للإمام القرطبي كما تقرؤون والكتاب موجود أمامكم على الشاشة في هذا الكتاب أخواني يبين جملة من الأمور التي ذكرها حول قضيتنا حول قضية عثمان بن عفان فأنا أذكر لكم هذه القضية على السرعة على السرعة أخوان يقول في هذا الكتاب والكتاب أمامك على الشاشة أخواني التذكرة في أحوال الموتى للإمام القرطبي المتوفى سنة 71 وستة يقول هنا هنا لما ترك علي القصاص من قتلة عثمان شوي بهدوء أريد نناقش هذه القضية لما ترك علي عليه السلام القصاص من قتلة عثمان علي ترك عائشة شو سوت فكروا يا أخي اترك أنه أنا شيعي واترك ولو لساعة واحدة خلي ننسلخ من الانتماءات ونناقش القضية بهدوء هو يقول أنه علي بن أبي طالب عليه السلام ترك القصاص من قتلة عثمان طيب أنا وأنت والوهابي والسني كلنا نقول الآتي ماذا نقول نقول أن علي عندي أنا أعلم الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله أنا ما لدي أقول أعلم من أبي بكر ولا أعلم من عمر ولا أعلم من عثمان ليش لأن احترمني احترمني لأن في حدودي في حدودي معرفتي وعقيدتي أنه لا يجوز القياس بين علي وبين أبي بكر وعمر وعثمان مجتمعين ما ما يجوز ليش لأن القياس يكون بين أوجل التقارب فعلي وين اشجاب الثرى على الثرية فلذلك أقول أفضل للناس لكن أنا مضطر من باب أن أبين للطرف الآخر مو لأنني أقبل المقارنة والله ما أقبل المقارنة لكن مضطر أقول أنه عندنا أن علي عليه السلام أفضل من أبي بكر وعمر وعثمان علما وشجاعة وأدبا واللي عنده شي خلي ضربني بالدليل اللي يقول أنه كلامي هذا غير صحيح طيب علي بن أبي طالب أعلم عندكم عندكم أبو بكر أعلم من علي وعمر أعلم من علي وعثمان أعلم من علي لكن علي عليه السلام أعلم من الباقين يا با المي يجو ياك تعالوا يا المي يجو ياك تعالوا يا ما في شيعة في الكون ما في شيعة أعلم من أعلم من علي فاصل أعلم من علي لكل من على محبة علي بن أبي طالب محبة محمد وآل محمد وضرب الفائروس كل الشيعة وانتهى والآن الدنيا ما فيها شيعة الآن الدنيا ما فيها شيعة فيها فقط سنة مين الاعلم عدكم السنة علي ابن ابي طالب ولا عائشة علي ابن ابي طالب ولا طلحة علي ابن ابي طالب ولا الزبير انت سأل هذا السؤال عندك عندك تركنا شي عاجة تقن بالانوية وكلهم ماتوا عندك علي ابن ابي طالب هو اعلم من هؤلاء ولا عندك عائشة اعلم منه وطلح اعلم منه صرحوا زين الآن علي بن أبي طالب أعلم من عائشة علي لم يقتص وعائشة تريد أن تقتص علي لم يقتص وطلحة يريد أن يقتص علي لم يقتص والزبار يريد أن يقتص إحنا مع من؟ مع الأعلم بالشريعة أم مع الأقل علما؟ المفروض نكون مع الأعلم فإذن كلنا نكون مع علي إذن قولوا للناس أن عائشة اصطدمت بعلي بن أبي طالب وطلحة والزبار كلهم اصطدموا بعلم علي بن أبي طالب ليش أنتم الآن تقولون أن عائشة كانت على الحق وعلى الصواب وعلى كذا وعلى كذا فإن قال قائل الآن رد على كلامي أن عائشة أخطأت يعني يقول إحنا ما نقول أنها على صواب أنها أخطأت فالتزم باللوازم سوف نرى الذي يقول أنه عائشة أخطأت طب ومعها وأخطأ المهم فوجه هذا السؤال هاي مقدمة وجه هذا السؤال ويجيب القرطبي ليش علي بن أبي طالب لم يقتص من قتلة عثمان والقرطبي سني وما هي إيران السبب ولا برنامج سؤال بريء السبب القرطبي سني وهذا قبل ستمية واحد وسبعين سنة ماذا قال قال فالجواب إنه لم يكن ولي دم شون لم يكن ولي دم شوف أخواني هذا أمامكم الآن شوف أمامكم يقول لم يكن ولي دم إذن جواب السنة القرطبي أن علي لم يكن ولي دم طيب شلون يقتص يقول يقتص المفروض يأتي ولي دم ويأتي إلى علي بن أبي طالب فيختص من القتلة أدري شدخل عمى أو شي اسمه طلحة وعائشة والزبير خاصة وأن وإنما كان أولياء الدم أولياء الدم هم معاوية وطلحة والزبير وعائشة لا لا عفوا أخطأت أخطأت أخواني منهم أولياء الدم بأقوال السنة رح أضع الأصفر علي إنما كان أولياء الدم من هم أولاد عثمان الله أكبر الله أكبر أولاد عثمان وهم جماعة إذن ليش تخرجين يا عائشة وموجود أولاد عثمان وليش تخرج يا طلحة وموجودين أولاد عثمان وليش تخرج يا زبير وموجودين أولاد عثمان وليش تخرج يا معاوية موجودين أولاد عثمان السبب تركوا السنة بغضاً بعلي بن أبي طالب عليه السلام يبيعون أي شيء أي شيء يبيعوا بغضاً بعلي بن أبي طالب عليه السلام من أولاده عمر وكان أسن ولدي عثمان وأبان وكان محدثاً فقيهاً وشهدت جمل مع عائشة والوليد بن عثمان وكان عنده مصحف عثمان الذي كان في حجره حين قتل ومنهم الوليد بن عثمان زين ذول أولاده هم ولاة الدم ثم قال ذكر ابن قتيبة في عثمان الذي كان في حجره عندما قتل ثم ماذا قال؟ قال إنه كان صاحب شارب وفتوة ومنهم سعيد ابن عثمان وكان والياً لمعاوية على خراسان فهؤلاء بنوا عثمان الحاضرون في ذلك الوقت وهم أولياء الدم ولم يتحاكم هؤلاء إلى علي بن أبي طالب عليه السلام ولم يتحاكم إلى علي أحد منهم ولا نقل ذلك عنهم فلو تحاكموا لفعل أمير المؤمن عليه السلام يا كذبة يا كذبة على مدى 1400 عام تكذبون على الناس وبالتالي شوفوا لا بد وأن تظهر الحقيقة لا بد وأن تظهر الحقيقة بعد أكثر من هذا ذكر الآتي صلوا على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين يقول بعد ذلك في الأسباب عدد جملة من الأسباب يا أخوان يقول ومن الأسباب يقول علي أقضى الصحابة علي بن أبي طالب أقضى الصحابة ليش؟ لأن عمر بن الخطاب هذه أم رب العالمين شوف سبحان الله هذه أقدار رب العالمين النبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال عمر بن الخطاب هو القائل عمر قال أقرأنا أبي في البخاري أقرأنا أبي وأقضانا علي في صحي البخاري عن عمر هو عمر يقول يقول بابا إحنا أقضى واحد فينا علي بن أبي طالب زين يا أخوان القاضي من يمسك القضاء بماذا يحكم؟ يحكم بكتاب الله وسنة نبيه يا عائشة يا عائشة أنت تعرفين أنه علي بن أبي طالب بشهادة عمر أقضى أمة محمد ليش رحتي للبصرة ما رحتي إلى علي بن أبي طالب يا طلحة ليش تقتلون الناس وما ذهبت إلى علي بن أبي طالب يا زبير يا والنبي قال لكم عفا عمر قال أنه أقضى أمة محمد علي بن أبي طالب عليه السلام ثم ماذا قال؟ قال وجواب ثاني جواب الأول أنه أولاد عثمان هم الذين يأخذون بدم عثمان أنت شو دخلت بالموضوع عائشة وطلحة شو دخلكم بالموضوع؟ يقول الجواب الثاني أنه لم يكن في الدار عدلان يشهدان علاقات العثمان بعينه الله أكبر أنا ليش قلت لكم صبروا لأن شوي شوي ندمغهم بالأدلة ما عندكم شيء طيب إذا ما عندكم لماذا تطلبون؟ وهذا القرطب يقول يقول ما في يعني ما معناه إذا ما في شهود عدول يعني عائشة وطلحة والزبير ذهبوا لقتل الناس بدون بينة يا أخوان بدون بينة يعني أنا أذهب أغزو مدينة بدون بينة على الحال الكلام طوي سأقرأه وكله أعتقد يعني في الحلقة القادمة سأبين لكم الجواب الثاني والثالث والرابع شكرا لكم شكرا